السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد مرحبا بكم أيها الحب الكرام في برنامج اللهم اجعله خير لتفسير الرؤى والأحلام على ضوء الكتاب والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأفعال إنه سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب الدعاء أيها الأحب الكرام لا يزال الحديث موصولا حول رؤية الأنبياء في المنام وفي هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وهذه الحلقة المباركة إن شاء الله نتكلم عن رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذا رآه الإنسان في منامه ماذا تعني له هل هي خير له أم والعياذ بلا شر له أم هي فتنة وبلاء وبعده نصر وشفاء لهذا من رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ملامه ربما يدل على البلاء ثم بعد ذلك ينال صاحب الرؤية الإمامة في الدين قال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وربما تدل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على كثرة الأتباع على الحق والخير وربما يحج صاحب الرؤية أو يعتمر قال تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود وربما تدل رؤية إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المنام على الحذر من البدع والحذر من الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وقال تبارك وتعالى وإيضا كذلك من رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربما تدل على العدل بين الأبناء وربما أيضا تدل رؤية إبراهيم على قرب انتهاء الأجل قال تبارك وتعالى وصينا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وربما تدل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على التوحيد والإخلاص وترك الشرك والبعد عن البدع قال تبارك تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وربما تدل أيضا رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الفقه بكتاب الله والفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبارك تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وربما تدل أيضا رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحجة الدامغة على المخالفين والمجادلين وربما ينال صاحب الرؤية الرفعة في الدنيا وكذلك في الآخرة قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وربما تدل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الرزق في باب الذرية من الأولاد وربما تأتي لصاحب الرؤية مناسبة سعيدة جميلة عائرية قال تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وربما تدل على الهداية منذ الصغر قال تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين أخيرا ربما تدل رؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الأمن والأمان والسلامة من الشر واتباع الكتاب والسنة قال تبارك وتعالى سلام على إبراهيم هذه بعض المشاهد وربما يراها تراها أنت هي ترى هذه الرؤى غيركم من الناس من قريب أو من بعيد فما ذكرناه في الغالب ما يدل على رؤية إبراهيم وما يتحقق للرأي بإذن الله تبارك وتعالى استنادا على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو كما قال عليه الصلاة والسلام أن صاحبكم أشبه بإبراهيم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشبه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فلهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى علينا وعليكم برؤية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام وأن يرزقنا وإياكم في الآخرة أن نكون معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والآن نتجه إلى بعض الأسئلة من الأخوة والأخوات